المساعدات المصرية لغزة لم تتوقف شفنا جهود التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وكل الشركاء من مؤسسات العمل الأهلي في تجهيز وإرسال المساعدات في منظومة عمل متكملة لمساعدة ومسندة إخواتنا إفرس طبعاً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكلنا شفنا وتابعنا ده إمبارح جهزت قافلة من المساعدات لغزة بتضم مواد غزائية وطبية وكل الاحتياجات لم تكتفي فقط الشركة المتحدة بالتغطية الإعلامية من خلال كل قنواتها وأن تجعل كل قنواتها منابر لإيصال صوت أشقائنا في قطاع غزة للخارج وفي إطلاع العالم كله عما يحدث داخل القطاع لكن دور إنساني آخر بتقوم به الشركة المتحدة هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير في إطار دورها الداعم للأشقاء الفلسطينيين على جميع الأصيدة شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية للأشقاء في قطاع غزة تضم ست شاحنات محملة بمائة وخمسين طن مواد غذائية ومية قافلة الشركة المتحدة تأتي ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنصيق مع حياة كريمة تضم إحدى وعشرين شاحنة شاركين بالإضافة للست شاحنات اللي المتحدة متبرعة بيهم بخمستاشر شاحنة تانيين الخمستاشر شاحنة إنهم جهزين في الأسبوع ده في اليومين اللي فاتوا حوالي واحد وعشرين شاحنة في فريق كبير من المتطوعين والأعضاء المؤسسة ما بيناموش حرفيا عشان خاطر نتطمن إن احنا المواد اللي بعتنها إذا كانت مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو أدوية كله محطوط بالشكل السليم إذا كان مستلزمات طبية فهي معبئة بالشكل الصح عشان توصل لأخواتنا وهي سليمة مش بعد ما تكون بوزة أو حاجة فعايز أقول حيك إن في فرق ما بتنمشي فعلا من بداية الأزمة من أكتر من شهر ويمكملين إحنا بنحدد القفلة طبقاً لاحتياجات الأرض هناك المشكلة الأساسية طبعاً ما فيش مية قهربة والوضع الإنساني غاية في الصعوبة فبنحاول إن كل المواد الغذائية اللي بعتنها الأغلبية يكون مواد معلبات عشان سريعة الأكل بنوضي حاجات تانية طبعاً بس عارفين إن الأسهل لأخواتنا في الاستخدام دلوقتي هي المعلبات والمية وبنتابع يوم بيوم الاحتياجات هناك مع ناس هناك ومع أطباء هناك عشان نقدر نكون بنوفي بالاحتياجات الأولية وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التضامن العربي معهم كلنا مشاركين والله وإحنا فرحانين جداً 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 أننا نقف جنب أخواتنا في غزة وهم فيه ربنا يعينهم عليهم بصراحة يعني كلنا بندعي لهم وكلنا وقفين جنبهم وكلنا بندعمهم وبإذن الله بإذن الله ربنا يطلعهم مقرب اللي هم فيه بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لما صاحب العربية قال لي اطلع غزة نطلعت غزة ما روحتش بيت أحد فشعوره إحساس جميع أنني بساعد الناس محتاجين المساعد وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي وحرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة كل الدعم لأشقائنا في فلسطين الدعم مستمر من الجانب المصري دائماً وأبداً